لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هل أنهى فيروس كورونا الرئيس عبد المجيد تابون أو أنهى مصار الرئيس عبد المجيد تابون أنا أقول وأؤكد أن وضع الرئيس التابون مفتوح على الاحتمالات أولا احتمال الشفاء وهذا الذي نتمناه له وطبعا الشفاء عندما تحدثنا مع كثير من الأطباء والمختصين أكدوا بأن الشفاء ليس سهلا في وضع أولا أن الرئيس 75 سنة بعمره يعاني من أمراض الصدرية يعاني من سكر يعاني من الضغط يعاني من هذه الأمراض وهذا الفيروس عندما تمكن منه فتك به وأدخله في غيبوبة ونقله إلى المستشفى وإلى غرفة الإنعاش إذن من الصعب جدا أن يتعافى ويعود إلى وضعه الطبيعي هذا كلام أطباء وليس كلام إذن هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني العجز أن هذا الرئيس يصاب بالعجز التام فلا يستطيع فيبقى في مريض ويعاني من هذا المرض ولا يستطيع أن يعود إلى عمله بل سيبقى يتنقل ربما يمشي بعكاز ربما لا كثير من الاحتمالات واردة لذلك من المحتمل أن الرئيس يصاب بالعجز التام بالعجز بسبب هذا المرض الاحتمال الثالث هو الوفاة ونسأل الله تعالى للرئيس الشفاء وأن يطيل الله في عمره لأولا لنفسه ثم لذويه ثم للمهام الموكلة إليه المسؤوليات التي يتحملها هذه أمر كثير من أطباء الذين تحدثنا له قالوا أمر غير مستبع فالفيروس فتك بالكثيرين الذين أرقدهم الفراش بهذه الطريقة وأدخلهم في غيبوبة نسبة فوق 80% أو 90% عند البعض قد تمكن منهم وقضى عليهم لذلك كل الاحتمالات واردة لكن ترى ما الذي سيحدث على مستوى الدولة الجزائرية في حالة الوفاة هناك الإجراءات المعروفة يعلن عن وفاة الرئيس هناك مادة دستورية يتم التمسك بها تبقى قضية ما أي مادة سيجري التمسك بها ترى هل يفوتون هذا الدستور بعدما يعلن المجلس الدستوري عن نتائج يقول بأن الرئيس وقع عليه وخرجه في الجريدة الرسمية حتى يتمسك بهذا الدستور ويصير ساري المفعول أما شاء آخر ربما سيعودون إلى الدستور الأول وهذا الدستور يبقى معلق إلى أن يأتي رئيس آخر هذه كل الاحتمالات واردة لا نستطيع أن نجزم بأي رؤية فيها ولكنها تبقى احتمالات قائمة أمر آخر أن الرئيس لا يتوفى بل يصاب بالعجل هنا أمامهم خيارين إما أن الاستقالة الاختيارية أن الرئيس لما يشوف وضعه الصحي سيء جدا لا يستطيع أن يمارس مهم مهامه يعلن استقالته بسبب وضعه الصحي وفي هذه الحالة أيضا الإجراءات معروفة ولكن في هذه الحالة قد يوقع الدستور وقد يتخذ الإجراءات وقد يشكل المحكمة الدستورية حتى يضع القاعدة الصلبة فيما يخص المسار الدستوري بالدستور الجديد أو يبقى الدستور السابق لا يوقع على هذا الشيء هذا الأمر غير وارد الآن الحديث عنه ولكن أنا أرجح أنه في حالة أنه يكون عاجز صحي على ممارس مهامه ويريد الاستقالة الإرادية من طرفه أو استقالة اختيارية من عنده في هذه الحالة أعتقد بأنه سيوقع على هذا الدستور وينظم له كل أمور وبعد ذلك يعلن عن استقالته وهناك أيضا الاستقالة الإجبارية في حالة أنه رفض هناك الاستقالة الإجبارية أنه يعلن أن الرئيس لا يستطيع ممارس مهامه وهناك إجراءات تقوم بها أيضا المادة يتولى منصب رئيس مجلس الأمة ونحن عندنا رئيس مجلس الأمة بالنيابة هو بالنيابة لذلك لا يمكن أن يكون هو المعين إذن رح يلجأ إلى المجلس الدستوري من خلال الدستور القديم أو المحكمة الدستورية من خلال الدستور الجديد هذا شأن آخر كل ذلك وارد ولكن على العموم أن الرئيس عبد المجيد تبون في وضع صحي ليس على ما يرام ومفتوح على كل الإحتمالات قد يكون أي شيء آخر في المستقبل الله أعلم بذلك على الحقيقة أمر آخر أن الجيش الجيش يعيش في هذه اللحظة في مفترق الطرق وأنه لم يكن يتوقع قادة الجيش أنه يصطدم مع عشية الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور بهذا المرض الذي أرقد الرئيس الفراش لذلك الآن يعيشون في حالة طوارئ حقيقية اجتماعات متتالية سيناريوهات مختلفة بل أنه حسب المعلومات المتوفرة لدي أنهم أعدوا كل السيناريوهات السيناريو العجز السيناريو الاستقالة الاختيارية السيناريو الاستقالة على الإجبارية يجبر على الاستقالة بقرار طبي بسبب عجزه وهناك أيضا سيناريو الوفاة في كلها سيناريو الوفاة وتم تحذير قائمة بعدد من الأشخاص الذين يتواصلون معهم وفيهم من كانوا رؤساء حكومات سابقين في عهد في عهد بوتفليقة وفيهم الذين استقبلهم حتى رئيس الجمهورية وفيها عندي معلومات عن بعض الأسماء لكن لن أطرحها حاليا نتركها إلى حينها لذلك أن الجيش الآن يستعد إلى كل الإحتمالات الآن الدولة من طرف من تسير الدولة الدولة تسير متوقفة كل القرارات على فكرة لأن صلاحيات دستورية للرئيس إيسا التي خولها للدستور أور والتي لا يقوم بها سوى هي معطلة لو كان أن الدستور الجديد كان من الأفكار التي تم قبل الحديث عنها فكرة نائب الرئيس لو أنه كان فيه مادة دستورية لنائب الرئيس رئيس رئيس عي النائب دائما تحسب في مثل هذه الظروف أن الرئيس قد يمرض مباشرة يمارس المهام بدلا منه هو نائب الرئيس بصفته رئيس مؤقت إلى أن يعود رئيس الجمهورية إلى ممارسة مهامه أكبر خطأ في الدستور الجزائري عبر هذه التجارب التي خذناها هي عدم وجود نائب رئيس الجمهورية وهذا من بين الأخطاء الكبيرة التي كان من الممكن تفاديها في الدستور الجديد ونتمنى إذا مستقبلا تم صناع الدستور آخر وهذا غير المستبعد وهذا الذي يمكن أن يقع يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية يحسب دائما إلى مثل هذه المراحل ومثل هذه المستجدات أيضا بلغني من مصادر عديدة أن العناصر الموجودة في السجون عناصر العصابة اللي كما سميت ويعرفها كل الشعب الجزائري يحتفلوا كثيرا يحتفلوا بالطريقة نفسها التي يحتفلوا بها لما علموا بخبر وفاة القايد صالح رحمه الله في ديسمبر 2019 ولما علموا بمرض الرئيس إيس وأيضا تصلهم معلومات صاروا يحتفلون ويبشرون بعضهم البعض بأن الكابوس قد انتهى وأن الأمور ستعود إلى نصابها ما قبل الحراك الشعبي هذه معلومات وصلتنا من السجون التي يتواجد ويقبع فيها هؤلاء إذن السؤال الذي طرحناه هل أنهى فيروس كورونا الرئيس عبد المجيد تابون على مستوى الإنسان الله أعلم فالصحة بيد الله والأعمار بيد الله تعالى وعلى مستوى المسار السياسي أعتقد بأنه في أقل الأحوال لا يمكن لرئيس الجمهورية عبد المجيد تابون أن يعود لممارسة مهامه بالوضع الذي كان فيه قبل إصابته بفيروس كورونا حتى إذا عاد ربما رح ندخل في مرحلة على الأقل سنة أو أكثر من سنة ونحن في ظل دولة يقودها رئيس مريض بين عشية وضحاها وفي أي يوم نحتمل أن نسمع أخبار نقله إلى مستشفى آخر في الخارج للعلاجة أما إذا كان شيء آخر فهذا أمر لا نتركه إلى حيني إن وصلتنا معلومات جديدة سنوافيكم بها وإن لم تصلنا نترقب ما ستعلن عنه سلطات رأس الجمهورية التي إلى حد اللحظة تأخرت كثيراً في إفادة الجزائريين بمعلومات عن تطورات الوضع الصحي للرئيس هناك من يتحدث بأن الرئاسة تستعد إلى مفاجأة لا أدري من هي هذه المفاجأة أهل سلبية أو إيجابية وهناك من يقول أنهم ليس لديهم ما يضيفون لأن الوضع على ما هو عليه ولا توجد هناك تطورات في صحة الرئيس ولا يريدون أن يعيدوا ويجتروا نفس الكلام الذي يدركون تماماً أنه لم يصدق من طرف عموم الجزائريين فضلاً عن نخبه شكراً لكم أحبة الكرام على المتابعة وشكراً لكم أيضاً على الاهتمام والنشر والتوزيع والاشتراك والذي أتمناه منكم نشر هذا المقطع والاشتراك في هذه القناة وأسألوا فيكم دائماً بما هو جديد وبما هو لديه مصدقية وليس كلام للنفخ في الهواء ألقاكم على خير بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله